اعلنت وزارة الثقافة عن تفاصيل فعاليات وبرامج الموسم القادم من مهرجاني الصيف البحرين والتي تنطلق هذا العام تحت شعار السياحة ثروتنا والبهجة غايتنا بدءا من الثامن عشر من شهر اغسطس المقبل وحتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل وقالت وزيرة الثقافة الشيخ مي ابنت محمد الخليفة خلال مؤتمر صحفي اقيم بمجمع سوق باب البحرين ان الصيف البحرين بدورته الخامسة لهذا العام يتزامن مع اعلان المنام عاصمة للسياحة العربية ليسخر بعدة فعاليات ثقافية وترفيهية في مختلف محافظات المملكة تشمل المسارح المفتوحة والانشطة الموسيقية والادبية والفنية وعرض الافلام وغيرها من النشاطات واعربت وزيرة الثقافة لنشرة مال واعمال عن امل يافئ ان يسمى مهرجان صيف البحرين هذه السنة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال انعاش الحركة السياحية وزيادة معدلات الاشغال لدى الفنادق العاملة في المملكة اضافة الى تحسن اداء الغطاعات المساندة لسياحة من مرافق ضيافة ومواصلات ومجمعات تسوق وغيرها عنوان هذا العام السياحة ثروتنا دايما نكرس مفهوم ان السياحة تثري وان السياحة رافض اساسي للاقتصاد الوطني عبر الانشطة التي تستقطب السواح من منطقة الخليج العربي قبل ان تطلع الاستقطاب العالم هناك المردود الملموس حالا في حركة السفر في الفنادق لذلك جاءت مساهمة القطاع الخاص بتوفير اسعار خاصة لصيف البحرين لكي نستقطب اكثر عدد من السواح في صيفنا بما ان المنامع عاصمة السياحة العربية لابد ان يكون هناك مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني راح تكون عندنا عديد من الفعاليات الترفيهية والعائلية والثقافية بالاضافة الى مدينة نخول اللي راح تكون فيها فعاليات كثيرة ورش عمل تعليمية وترفيهية طبعا احنا نعمل لدينا خطة ترويجية تجتمل على طبعا البلدنا البحرين وبالاضافة الى دول مجلس التعاون فالقالب نشوف عندنا السواح كثير من المملكة العربية السعودية من الكويت من قطر وجميع دول مجلس التعاون طبعا هذه المهرجانات اللي تتعمل في مواسم سواء بالصيف او بالربيع تساهم اول شي في نشر الثقافة الفنية والثقافة الأدبية دمعنا مع الثقافات وفي نفس الوقت تساهم في الرواج الاقتصادي للبلد وهذا اللي احنا نتمنى تطوير باب البحرين الى وصل اللي ما وصل اليه هذه ايضا نعمل المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد واكيد هاي الصيف يعني وعن الاسماء الموجودة اللي راح تشارك ببرنامج الصيف راح يسوي اقبال كبير ليس من البحرينيين نفسهم من البحرينيين ومن الدول المجاورة اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي ان الوزارة انتهت من اعداد قوائم الصرف بأثر رجعي للمواطنين المسجلين حاليا في نظام الدعم المالي والذين تقل دخولهم الشهرية عن 300 دينار و700 دينار والمسجلين حاليا في لدى الوزارة في نظام علاوة الغلاء والذين يبلغ عددهم الحالي 84 الف مستفيد وقد اوضحت البلوشي ان قوائم الصرف قد تم ارسالها الى وزارة المالية بتاريخ الثاني من يوليو الجاري لتتمكن من تحول المبالغ لحسابات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك وقد اكدت لبلوشي ان الوزارة قد كثفت كافة جهودها وصخرت جميع كواديرها بالتعاون مع الحكومة الالكترونية ووزارة المالية من اجل تسهيل صرف الدعم المالي وبأثر رجعي من يناير 2013 بما يضمن صرعة الصرف باستخدام الطرق الالكترونية الحديثة من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك بعيدا عن الحاجة الى المراجعة الشخصية للمراكز الاجتماعية وذلك بناء على اقرار الميسانية العامة للدولة من قبل مجلس الوزراء بتاريخ السادس عشر من يونيو الماضي والتي يأتي من ضمنها ميسانية الدعم المالية جددت شركة ألمنيوم البحرين ألبا التزامها بزيادة الانتاجي وبرفع طاقتها الانتاجية وتعزيز الاعتمادية لخطى الصهر الأول والثاني وذلك من خلال استكمال مشروع استبدال مقومات ومحاولة التيار في خطى الصهر الأول والثاني بنجاح والذي يعتبر من أول المشاريع التطويرية على مستوى العالم التي تم تنفيذها على نطاق واسع وقد تم تنفيذ المشروع بإدارة من فريق العمل بدائرة مشاريع الطاقة في شركة ألبا بالتعاون مع المقاول الأساسي للمشروع ألستومغريد حيث استغرغ أكثر من مليون ساعة عمل دون وقوع أي إصابات مضيعة للوقت وقد قامت شركة ألستومغريد بتصنيع الوحدات الجديدة خصيصا لشركة ألبا وهي مزودة بمعدات ذات طاقة انتاجية أعلى بنسبة 30 في البحر في حين تم تركيب بعض الوحدات بتجهيزات ذات توصل تبادلي مع الخطوط الأخرى لتأمين التعم الإضافي من الطاقة لخطوط الصهري من 1 إلى 3 ارتفع مؤشر البحرين العام اليوم نقطتين ونصف عن محدة للأقفل السابق وذلك الارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلقت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين وثلاثة مائة واربعة وستين ألفا واربعة وعشرين سهما بقيمة إجمالية قدرها خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا وسبعمائة وواحد واربعون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال سلاث وسبعين صفقة وقد ركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلقت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.1 من 10% من القيمة الإجمالية للأسهم قام رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى الخليفة بافتتاح مركز تمكين لخدمات الزبائن الكائن في مجمع السيف رسميا ويأتي افتتاح المركز ضمن جهود تمكين لتعزيز قنوات التواصل المباشر بينها وبين المستفدين وتطوير مستوى الخدمة خاصة في ظل العدد والتنوح الكبير في برامج الدعم التي توفرها والإقبال المتزايد عليها من قبل أصحاب المؤسسات والبحرينيين وقال رئيس مجلس إدارة تمكين إن مركز خدمات الزبائن يعتبر إنجازا مهما لتقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال والمواطنين وذلك في إطار دور تمكين كشريك قوي للقطاع الخاص وبما يعزز الاستراتيجية الوطنية من خلال الاستثمار في إرساء الأسس السليمة لتحقيق نتائج مستدامة طويلة الأمد ويجتمل ذلك عزم قسم دعم العملاء على فتح مراكز مماثلة في محافظات مملكة الخمسة في المرحلة المقبلة هدفنا في تمكين أن نوصل كل برامج تمكين إلى جميع أنحاء البحرين ونسهل وصول المواطن إلى خدمات تمكين فافتتاح الفرع في مجمع السيف من هذه البرامج وإن شاء الله في خطة لإفتتاح عدد أكثر من مثل هذه المحلات ونسهل للمواطن للاستفادة من برامج تمكين أيضا اليوم عندنا تدشين أول دفعة من سميها سفراء لتمكين أن يوصلون المواطنين في مدنهم ومحلاتهم في جميع أنحاء البحرين علشان نتأكد عندنا برامج لكل مواطن إن كان فرد إن كان عنده مؤسسة ويبي يطورها وينميها في برامج في تمكين تساعد الفرد والمواطن لزيادة إمكانيات النمو في الشركة والمؤسسة والهدف الأساسي إنه نوصل المواطن ونسهل على المواطن للحصول على هذه الخدمات شكرا